اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية الخاصة كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وقرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021 و2022 تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الانباء واكدت وزارة التضامن انه لا صحة لوقف برنامج تكافل وقرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021 و2022 وانه لم يتم اصدار اي قرارات بهذا الشأن مشددة على انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدية تكافل وقرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العامة طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج موضحة ان عدد المستفيدين من برنامج تكافل وقرامة وصل الى ثلاثة ملايين اكثر من ثلاثة ملايين اسرى حتى الان بتكلفة تصل الى مليار ونصف جنيه شهريا و20 مليار جنيه سنويا مناشدة المستفيدين من البرنامج حال مواجهة اي مشكلات ان يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وقرامة عبر الرابط الالكترونية او الاتصال بالخط الساخن الرقم 19680 رقم الخط الساخن هو 19680 او التواصل عبر الرابط عبر الموقع الالكتروني ده في حالة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وقرامة ايضا يعني في سياق متصل فان شروط الاستهداف لبرنامج تكافل وقرامة تتمثل في ان تكون الاسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وقرامة لديها ابناء من حديث الولادة حتى سن السادسة ويتردد الاطفال والام على الوحدات الصحية او الاسرة لديها اطفال من سن ست سنوات وحتى سن الثامن عشر على ان يكون الابناء بمراحل التعليم المختلفة او الاسرة لديها ابناء في التعليم فوق المتوسط او الجماعي مع عدم مهود زواج مبكر لدى الاسرة بالتأكيد كل هذا مع تقديم كل المستندات اثبتية اللازمة للتقدم والتسبيل وبالنسبة لبرنامج تكافل وقرامة ان يكون الافراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين يعني بعمر يبدأ من 65 عام فيما فوق وايضا يعني من اصحاب مرض مزمن يحول بينه وبين العمل او ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة وايضا في حالة الاتام مع وجود اي من موانع الصرف الى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية وكنا خصصناها مع حضرتكم عن انه يعني كشف المجلس المركز الالمي لمجلس الوزراء في ضوء الانباء التي ترددت بشأن وقف برنامج تكافل وقرامة كشف انه لا صحة لهذه المعلومات ونفى تلك الشائعات بالتأكيد كل الشكر الموصول لحضرتكم على طيبة المتابعة والى اللقاء